روما تتعهد بتسهيل إجراءات منح تأشيرة الصفر للجزائريين ولائحة قرارات صبت في ودي التعاون الاقتصادي والأمني بين الجزائر وإيطاليا انبثقت من الاجتماع رفع المستوى الجزائري الإيطالي الذي ترأس أشغاله الوزير الأول عبد الملك سلال ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيورانتي وبمجاب هذا الاجتماع تعهدت السلطات الإيطالية للجزائريين بتسهيل إجراءات منح التأشيرة سواء لصف إطارات المؤسسات المندرجة ضمن المهام الرسمية أو المواطنين الراغبين لبلوغ التراب الإيطالي في إطار زيارات عمل ودراسة أو زيارات عائلية أو سياحية العقيدة الأمنية واستراتيجية الحوار السياسي نالت حصتها من الاجتماع بعدما أفصح الطرفان عن تمسكهما بمواصلة تعميق الحوار السياسي وتطوير التعاون الثنائي من أجل الحفاظ على السلم في المنطقة خصوصا بعد نجاح التجربة الجزائرية في حل حالة الأزمة المالية سلميا الذي اعتبره رئيس الوزراء الإيطالي دافعا للتعاون مع الجزائر من أجل مكافحة الإرهاب في منطقة البحر المتوسط وأكد الطرفان عن مواصلة عملهما الثنائي من أجل إيجاد حل سياسي يؤدي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح مجلس الأمن الدولي والمبادئ المعلنة في مثاق الأمم المتحدة كما تفق سلال مع ناظر هيرانزي على إنشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي بهدف تبادل المعلومات والتقييم الدوري للعلاقات الصناعية الثنائية ومتباعة مدى تقدم المشاريع المنجزة في إطار الشاركة بين البلدين إضافة إلى سن مشاريع تبادل الباحثين في التكوين الجامعي والمهني والتوأمة بين جامعات الدولتين تزامنا وتعاون البلدين في المجال الطقوي